الميديا فيها نوع من الكونديشنينج والبروغرامينج يعني أنه بتأقلم وبتبرمج الشخص واليوم بتشوف ميديا عم تكتر على موضوع الديناصورات كأنه شيء واقع حقيقي أمام العيون ولما بتسأل شخص عادة يعطينا مثلا ملايين إذا مش بلايين السنين طبعا بنفس الوقت مش مذكورة في الكتاب المقدس إزاي نجاوبهم؟ تمام ده سؤال رائع خليني أديك فكرة عن الديناصورات كلمة ديناصور هي كلمة حديثة لها واحد اسمه أوين في 1831 فكلمة ديناصور مش موجودة في الكتاب المقدس لأن ترجمة الكنج جيمز حصلت 1611 فده السبب إنها كلمة حديثة لكن فيه وصف للديناصور هكلمك عنه بعد شوي فده عشان نحل مشكلة إن كلمة ديناصور مش موجودة تمام الديناصور معناها السحلية المرعبة فهو من السحالي من الزواحف فيه منه حاجات كبيرة وفيه حاجات صغيرة فيه حوالي 50 نوع منه من الديناصورات فهمت أنا قبل الجواب قبل يعني أكيد راح تستشد بأيوب عن أيوب أربعين أيوب أربعين ومن عدد خمستاشر بيتكلم عن حيوان ديله زي أرز لبنان تمام ده وصف للديناصور يعني؟ ده وصف لأحد الديناصورات تمام وقوته في متنين أنا فكرت إنه تمساح كبير يعني أولا لا لا ما هيدي القضية إنه قوته في حقويه وإنه عظامه كأنه حاس ده وصف لديناصور للأسف مرات بنجد في الهوامش اللي بنقراها في الكتاب يقولك ده يشبه الفيل أو الخرتيت الفيل دي له قد كده مش الوصف اللي احنا شايفينه تمام فالوصف اللي موجود في أيوب والرب بيقوله إن أنا صنعته معك وكان بيأكل العشب وعلى فكرة تيريكس وهو واحد من الديناصورات الكبيرة قوي كان بيأكل عشب ده مش مفترس بقى ده بيأكل العشب ده العشب أوك التيريكس بيأكل عشب في منهم أنواع مفترسة طبعا فأرجع تاني لكلمة ديناصور فإحنا عرفنا ليه مش موجودة في الكتاب ككلمة ديناصور لكن فيه وصف للديناصور في الكتاب المقدس وده سفر أيوب من أقدم الأسفار اللي كتبت ده يورينا صدق كلمة الله نرجع للديناصورات بقى إيه اللي حصل معها هما بيقولوا إنها جات من 240 مليون سنة مش بيحطوا بلايين سنين عليها ملايين بس 240 مليون سنة وبيقولوا إنقرضت من 65 مليون سنة إيه الدليل على كده يقولك فيه نيزك جاه وموتهم مفيش دليل حفري يوريني فيه نيزك جاه وموتهم ده افتراض كان فيه علمة بتدرس الديناصورات فبتعمل سكشن في العظام بتاعتها لقيت خلايا دم حمرة ولقيت أنسجة طرية الخلايا دم الحمرة والأنسجة الطرية ما تعيش ملايين السنين دي تعيش ألاف سنين بس ده كلنا متفقين على ذلك ده العلم بقى التشغيلي تمام فراحت قالت أنا أعدت التجربة تاني وتالت لقيت نفس النتائج فعرف الاستنتاج بتاعها إيه أسيس نيزار قالت لك ضروري فيه بكتيريا خلتها تعيش ملايين السنين ما حبيتش تغير الافتراض بتاعها إنه ما هواش خمسة وستين مليون سنة يعني عم بهاجم حتى لو مش مقتلع يعني الحقائق بتقول لي حاجة وأنا لأني بادي بنظرية عايز أطوع الحقائق للي أنا فاهمه مش عايز أغير فاهمي بناء على الحقائق اللي بشوفها في العلم التجريبي فدي مشكلة لازم للأسف في نظام التعليم في كل العالم في الغرب وفي الشر ما حدش بيشرح المشاكل بيقدموا النظرية على أساس إنها حق وهي نظرية لازم تدرس أنا درستها وأورشح إن الناس تدرسها لكن لازم يكون عندنا القدرة على الكريتيك يكون عندنا النقد الموضوعي المبني على الحقائق اللي بيها نعرف إنه ما فيش مشكلة في هذا النوع فدينا سورات ما لهاش مشكلة أماني سورات ما لهاش مشكلة في هذا النوع اشتركوا في القناة